كما يعلم أن الحرب التي شنت على إقليم تيجراي أدت لنزوح الملايين إلى مختلف مدن ومناطق تيجراي والنازحون الذين نزحوا إلى مدينة شرع أصبحت الظروف التي يعيشونها فوق استطاعتهم وذلك بسبب المجاعة التي أصبحت تعرضهم لخطر الموت وليس ذلك فقط وأيضا خيبت آمالهم من اتفاقية السلام التي مضى عليها عشرة أشهر لا نعلم متى سنموت فقدنا أولادنا ومنازلنا أريد العودة إلى المنزل أعيدوني إليها لم أظن أني سأعيش هذه الحياة الصعبة كنت أظن أني سأعود إلى منزلي فور إبرام اتفاقية السلام وأعمل في أرضي أزلها لغة أمينا حتى نعاصي أنا حرر تبعلي أخذي باللي الناس هنا جيع لا يوجد طعام لناكله أنا شخصيا لا يوجد لدي دقيق كي يتم أكله أنا يعيش حياة صعبة بسبب المجاعة وأنا على قيد الحياة إلى الآن بسبب التسول في الكنيسة لأجيط الطعام وكما ترون نحن نعيش في هذا المنزل المليء بالماء وأضفنا الأمهات النازحات أن قوات أمحر الإقليمية ارتكبت في سكان المنطقة الغربية الجرائم الوحشية فهم لم يفرقوا بين أعمارهم حتى وأن تلك القوات هي السبب وراء نزوحهم والعيش في المخيمات الهشة ولذا طلبنا الأمهات وكان ذلك الطلب بمثابة الطلب الأخير بأن يتم إعادتهم إلى أرضهم في أسراء وقت ممكن قبل أن نموت بسبب المجاعة نريد أن نعود إلى أرضنا صحيح أنني لا أملك شيء ولكن يوجد غير منهم يصارعون الموت بسبب المجاعة لقد شهدت العديد من الجثث كانت ملقية على الأرض أثناء نزوحي لم أستطع تجاوز ما مررت به كما ترون نحن نعيش على هذا الحال أثناء موسم الأمطار ولا نستطيع تحمل البرد القارس ولا الوحل الذي يحيط بنا نريد أن نعود إلى أرضنا كي نعمل عليها ينعد المخيمات النازحين من تدن المستوى الصحي وفي المخيم يوجد العديد منهم يعانون من الأمراض ولذا النازحون لا يريدون سوى العودة إلى أراضيهم حتى يعملوا ويجدوا العلاج لأمراضهم بسبب المجاعة والمعاناة الأخرى لم أستطيع السيطرة على مرضي الذي يعاني منه الأدوية غير متوفرة هنا أنا أغني وذلك كي أنسى كمية الأزمات التي نمر بها في هذه المخيم لا تتوفر فيه أبسط الأمور وهي الصابون لا أتذكر أي يوم احتفلنا فيه بأي عيد ديني منذ قدومنا إلى هنا لثلاثة أعوام نحن نخوض أزمات لماذا الحكومة لا تساعدنا ليس فقط النازحين في مخيمات مدينة شراء هم من يعانون بل وأيضا النازحين بشكل عام المتواجدون في مختلف مدن ومناطق تيجراي هم أيضا يعانون من المجاعة ومن تدن المستوى الصحي وغيرها من الأزمات هذا ما أفاده ممثل إدارة منطقة تيجراي الغربية السيد بريه زفرو والذي أفاد أيضا أن وسوا عدم عودة النازحين إلى أراضيه من الآن هم يواجهون خطر الموت وستمائة منهم فقدوا حياتهم بسبب المجاعة النازحون بسبب المجاعة أصبحوا مشتتين وفي اليوم الواحد يموت ثلاثة أشخاص على الأقل جراء المجاعة القاسية وفي مدينة شراء مات ستمائة شخص بسيب المجاعة